بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة احتفال الغرفة باليوبيل المسي فيما يلي نصها الأخوة العزاء رئيسة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سرورنا أن نبعث إليكم بخالص التهاني وصادق التمنيات بوافر الصحة والعافية مقرونة بالتهنئة والتبركات الخالصة بمناسبة احتفال غرفة تجارة وصناعة البحرين باليوبيل المسي إن احتفال الغرفة اليوم بيوبيلها المسي ليس احتفالا خاصا بها فحسب وإنما هو مناسبة يحتفل بها الوطن بأكمله لما تمثله الغرفة من مكانة مهمة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر وأشاهدا أمينا على حقبة من الزمن مرت فيها المملكة مما يؤكد جدارتها بأن تواصل دورها الحيوية ممثلة للحركة التجارية والصناعية سائلين المولى عز وجل لكم وصلة العطاء بكل النجاح والسداد في مسيرتكم المباركة والله الموفق إلى سواء السبيل ودمتم سالمين موسيقى